من لندن أليس هناك تناقض بين أن نطلب بإنهاء الصراع وبداي وإبداء الذهاب إلى الحلول السياسية في نفس الوقت نحن حارسين على الحدود ونحن نريد رد الأخطار عن السعودية ثانيا أيضا المقاربة التي قال عنها السفير أنه نحن ندفع باتجاه حل سلمي وكأنه لم يكن هناك جهود أساسا للدفع بحل سلمي وخصصا أجرت طاولات مفاوضات كانت فاشلة قبل ذلك ما الجديد اليوم؟ أنا أعتقد أنه لا يوجد جديد والجديد فقط أن الأزمة الإنسانية تفاقمت وهناك ضغط دولي كبير أنه لا يمكن غض الطرف على استمرار هذه الأزمة الإنسانية فمن فترة إلى أخرى تحاول كثير من الأطراف الدولية الدفع باتجاه الوصول إلى أي نوع من المقاربات السياسية على سبيل المثال عندما التقى المبعوث الأممي الجديد مارتين جريفث بالحوثيين في صنعاء أطلقوا عدة صواريخ إلى المملكة العربية السعودية وهنا أعتقد أسى المشكلة الحقيقية مهما حاولت الجهود الدولية بالتواصل والتواصل مع مبعوثين أنا أريد أن أستاذ شيبان في هذه المسألة هل حضرتك كمحلل سياسي يمني تعتبر هذه الصواريخ الأخيرة التي أطلقت ضد المملكة العربية السعودية هي صواريخ يمنية أم أنها رسائل إيرانية ليصبت ضرورة لها علاقة بالمسألة اليمنية لا من ناحية الصواريخ ليس لدي أدنى شك أنها صواريخ إيرانية ببساطة لأن معظم المخزون لا لا أنا معك أنها صواريخ إيرانية لكن الهدف منها ليس يمني بل أنه رسائل للولايات المتحدة والغرب له علاقة بالاتفاق النووي وكأنه كان الرد الإيراني من هذا البلد وليس من بلد آخر كسوريا أو لبنان مثلا يعني بالنسبة للنظام الإيراني هو يرى أن المسألة اليمنية تحقق له مكاسب كثيرة بمقابل كلفة بسيطة يعني كلفة دعم جماعة الحوثي كلفة بسيطة مقابل أنه يحقق مقابلها مكاسب سياسية كبيرة كون أن هناك جماعة مستعدة لتهديد أمن المنطقة وموجودة في جنوب شبه الجزيرة العربية هذا بحد ذاته يعني يمثل عامل ضغط كبير لصالح النظام الإيراني النقطة الثانية وهنا أعتقد المهم هناك مقاربتين دائما فيما يتعلق بجماعة الحوثي هناك ممكن تعتبره مكتب سياسي وهناك مستشارين عسكريين القرار الحقيقي هو بيد المستشارين العسكريين وليس في يد الممثلين السياسيين فعندما يلتقي المبعوث الأممي أو يلتقي السهرة مع جماعة الحوثي يلتقوا مع أشخاصهم بطبيعة الحال متحدثين إعلاميين يعني أكثر ما يقال عنهم أنهم متحدثين إعلاميين ليسوا سياسيين أصحاب قرار يستطيعوا وقف المعركة مستشارين عبد الملك الحوثي هم مستشارين عسكريين بالدرجة الأولى ولذلك أنا أقول مهما حاولوا الوصول إلى حلول أو مقاربات على الحدود أو في أي مكان آخر المشكلة تظل في صنعاء المشكلة تظل في وجود السلاح خارج إطار الدولة ومشكلة إذا كانت هناك خطة قادمة لوصول إلى حل سياسي الشق الأمني والعسكري هو المعضلة الحقيقية لأن هذا السلاح تصر كثير من الجماعات وعلى رأسها جماعة الحوثي أن يبقى خارج إطار الدولة وخارج إطار أي اتفاق سياسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر